بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحاضرة الرقم 10 نتكلم فيها ان شاء الله على حاجة اسمها operational single line diagram أو OSLD ونقل يبقى لها اسم ثاني single line diagram with CT and VT data في single line diagram يتوضح لي مكونات المحطة الكهربية voltage level عدد line feeders الموجودة في المحطة بمعنى عدد المحطات المرتبطة بالمحطة أو المحطات اللي بتدي باور المحطة بتاعتي rating high photo side equipment medium photo side equipment rating power transformer rating بتتكلم على او توضح لي المحطة اللي موجود في المحطة كان واحد rating بتاعه وقت دي بتوضح لي ايه هي high voltage cable المستخدمة تفاصيل بتاعتها number of run لها size بتاع كل واحد موجود فين هيكون نكتب بين اي و ايه وهكذا فانيجي نشوف single line diagram مكونات ممكن تبعامل ازاي فانيجي نشوف اول حاجة ان المحطة دي عبارة عن 110 كيلو فولت بالشكل ده عندي هنا power transformer بيوضح لي rating بتاع المحطة فهنا عندي power transformer ده بتاعته بيوضح عشان عندي one primary وعندي two secondary في power transformer فمن rating ده بيوضح لي ان الجهود بتاعت المحطة بتاعتي عندي two side هي voltage 110 والmedium voltage هي بقى 13.8 بيوضح لي طبعا ال data بتاعت المحول زي هل ان هو power rating بتاعه ميجا فولت امبير هنا 50 ميجا فولت امبير ال impedance بتاعته قيمة هكام ال vector group بتاعه ايه اللي يكون من بتاعه هي بقى عامل ازاي الجزء ايه بتاعتي تبقى transformer تعمل connection بين الجزء ال high voltage side ال medium voltage side ال high voltage side هنا في المحط بتاعتي عبارة عن الجزء اللي هو الدوت الده بيقول لي انه هي بقى 110 كيلو فولت جائس مكونات الجائس هنا عبارة عن فيه line feeders وفيه transformer feeders وفيه spare feeders وفيه future feeders وفيه pass coupler وفيه pass section بالشكل ده هنا عندي اول pay موجودة بتبقى اسمها spare feeder ممكن طبعا يكون فيه spare feeder او ما فيهش حسب المنتعة المشروع وعادة انه بيكون فيه spare feeder ده موجود عشان لو فيه expansion في المحطة في المستقبل فبكون عامل حساب بي موجود بالفعل بالشكل ده بعدين عندي فيه line feeders ده هنا في المحطة عندي كانت overhead line feeder ده بعض المحطة بتبقى underground feeder هنا مفروض ان اسم الفيدر ده اسمه ايه يعني متبط بمحطة اسمها ايه نفس الكلامة تلاقي اللي بقيت align feeders التانية وبعدين عندي فيه فيه future feeders برضو المفروض ان هي تبقى align feeders connected بين المحطة بتاعتي ومحطات تانية ولكن ده space for future يعني انا بس سايب لها مساحة فيه room بتاعت الجوائي اس ولكن مش موفر او الماتيريا نفسها مش موجودة عشان future expansion بيجي كنتراكتور بعدين فيه مشروع منفصل بعد كده اذا احتاج فيه expansion للمشروع ده بيبتدي هو يجيب الماتيريال دي ويعمل connection بين المحطة دي او بين البي الجديدة والجوائي اس اللي هو هيبقى موجود هنا الريتنج بتاع الجوائي اس هناك متكلم على ان ده double pass bar الريتنج بتاعه مية عشر كيلو فولت فيه عندي الامبير بتاعه الفين امبير الشورت سيركت بتاعه أربين كيلو امبير لمدة واحد سكند التامبن temperature بتاعه محطة 55 درجة سيريزيوس بعدين هنا عندي البي اسمها transformer المفهود ان هي دي بي في الجاي اس بتعمل connection بين الجاي اس وبين الpower transformer عندي كان بي هنا كل بي هنا تبقى مكونة في حاجة ان هو ضب البصبار بالشكل ده فالبي مكونة من ثلاثة disconnector اثنين ناحية البص عشان يعمله connection مع كل البص وعدين عندي disconnector تاني ناحية طرف line عندي circuit breaker بتاع البي قيمته موجودة هنا 1600 امبير طبعا ده برضو بيرجي عني requirement بتاع المشروع بعدين عندي في حاجة اسمها current transformer هنا number of core 4 طبعا ده برضو بيرجي عني requirement بتاع المشروع عندي هنا vt rating بتاعه بالشكل ده عندي هنا فيه earth switch نفس الكلان ده بيطبق على كل line عندي برضو هنا في حاجة اسمها pass color و pass section فيه هنا pass section بالشكل اللي هو موجود في النص ده بيربط بين يعني في نفس البص بيعمل connection بين two end من نفس البص لكن البص coupler هنا بيعمل connection مع بين double pass bar عشان من ما يجي انقل الاحمال او loading من بص لبص تاني بعمله عن طريق فانا عندي هنا two pass coupler pass coupler الاول وعندي pass coupler التاني نفس الكلام بكل ال data بتبقى موجودة على pass coupler على pass section على transformer bay line feeder وعلى pass bar بعدين بين ال bar transformer و جاي اس في connection ممكن ال connection ده يكون عن طريق تاني اما كابل بالشكل ده انا عندي 110 كيلو فولت single core 400 مليمتر xlpe cable per phase يعني انا عندي كابل واحد 110 single core 400 هيعمل connection بين جاي اس وبين power transformer هنا بيقول ده minimum معنى كده ان انا لازم اعمل verification design ل sizing بتاع الكابل ده ممكن يكون الكابل ده مناسب او لا يرجع ده الكلام ده لحسب design ممكن ال connection بين power transformer و جاي اس يكون عن طريق حاجة اسمها بس داكت تبقى جزء من الجاي اس بتبقى برضو isolated عن طريق ال gas insulator اللي هو SF6 فهيبقى عندي طريقتين ال connection بين power transformer و جاي اسمها اما عن طريق الكابل او عن طريق الباص داكت اللي هو بيبقى SF6 بعدين ندخل على الجزء التاني من السيستم الموجود عندي في المحطة بيبقى medium voltage side هنا قال لي ان انا عندي 13.8 كيلو فولت switchgear ده بيرجع طبعا ل برضو requirement بتاعت المشروع وهنا بيوضح ال connection بين switchgear و ال power transformer عن طريق كابل قال لي انه هو 16.8 كيلو فولت 5 run single core 630 مليمتر سكوير معنى كده ان انا عندي خمس كابلات لكل فاز من 630 single core 630 مليمتر سكوير هنا switchgear دوت نوع metal class switchgear يعني isolated by air هنا بيوضح لي انه عندي V cam section هنا مثلا ثلاثة سكشن برضو ده يرجع لركوع المتاعة المشروع بما ان فيه ثلاثة سكشن يبقى فيه ثلاثة انقامر مرتبطين بثلاثة باور ترانسفورمر بيبقى فيه باص باور انقامر فيه outgong feeder وفيه باص سكشن وفيه البايدا اسمه باص رايزر وفيه البانل اللي فيها الفي تي يتبقى اسمها مترينج بانل بعدين هنا فيه حاجات المعروفة فقط اللي هي داخل المحطة فعندي هنا هنا عندي المحطة قال لي ان هيبقى فيها حاجة اسمها كاباستور بانك الريتب بتاعه 15 كيلو فولت فبيقول لي ان فيه كاباستور بانك الداة بتاعته تبقى بالشكل ده برضو الداة ديتم موجودة في البيتي اس بتاعت المشروع هنا قال لي الكونيكشن بين الكاباستور بانك والسويتش جير هتبقى عبارة عن كابل 13.8 كيلو فولت سنجل ران سنجل كور 630 مليمتر سكوير بعدين هنا بيبقى عيلي برضو هعمل الكونيكشن بين السويتش جير وبين حاجة اسمها اكسور تنسفورمر بيبقى عندني في المحطة غليبا فيه اثنين اكسور تنسفورمر واحد في السكشن الاول واحد في السكشن الاخير وكل سكشن بيبقى عليه كاباستور بانك هنا برضو بيبقى موضح لي الكونيكشن بين السويتش جير الاكسور تنسفورمر هيبقى عن طريق كابل سنجل ران سري كور 300 مليمتر سكوير برضو ده بيبقى منم لازم اعمل سايزنج للكابل ده بيزد على اللوت واذا كان الكابل ده هيبقى مناسب او انا محتاج ان انا ازوده في هنا برضو نقطة تانية اخيرة بتكلم على الحاجات اللي هتشايفينها دوتت بالشكل ده الدوتت ده عبارة عن بيز البروجيكت بيقول لي اعمل حسابك في الجائس ان انا عندي مثلا اثنين باي على ناحية اليمين من الجائس واحد باي على ناحية الشمال بتاعت الجائس كفوتشر يعني اعملها سبيس فقط اعمل حسابي في ان فيه روم بتاعتها لازم يكون فيه مساحة فضية عشان لو انا اجبتها بعد كده نفس الكلام بيبقى موجود عند السويتش جير بيبقى اي اللي اوفر اثنين باي فيوتشر يعني اسبيس لاثنين باي فيوتشر على ناحية اليمين واثنين باي فيوتشر على ناحية الشمال وبكده بتكون المحاربة بتاعتنا خلصت وان شاء الله تكون حاضرة مفيدة شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته